بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا تكمل للكورس الخاص بالبابميد كيفية استخدام بابميد بشكل بسيط وبشكل احترافي حاولت نرطي فيه كل المهارات المتعلقة بالبحث عن اوراق العلمية في بابميد اخر حاجة وصلنا لها هي ان احنا نتكلموا عليه بعض العناصط الموجودة في الواجهة وبعد الشي هذا هيكون مباشرة كيف نستخدم بابميد بشكل احترافي كيف لما نبحث على الاوراق مندوخش كيف نعرف الرتب اموري من داخل بابميد تمام فحيكون الجزء الاول هذا هو ممكن تقريبا فاضل ثلاث اجزاء الجزء الاول هذا حنكملوا به العناصر اللي في في بابميد اللي في الواجهة بتاع بابميد اول ما نخش على البحث فطبعا زي ما اتعلمنا كيف نديره قلنا احنا بابميد لازم تجيه بكيوردز لازم عندك كلمات مفتاحية تجيه لبابميد بالكلمات المفتاحية متاعك ما تجيش لبابميد من غير ما تبدأ عندك معرفة على الاقل بسيطة على الموضوع وعندك الكلمات اللي يستخد مفاهم اصحاب الموضوع هذا تمام فمتلا على سبيل المثال لو كان دورنا الان عليه كوفد نايتين ومتلا ندير اند ليبيا تمام فا اول الحاجة حنشوفها هي عدد النتائج حنتكلمنا بتفصيل عليه شن معنى عدد النتائج بالنسبة ليه وكيف نحس ان وكيف نعرف ان العدد هذا مناسب او مش مناسب او يعني هل هو اكتر من لازم اقل من لازم وغيره تمام باش نتكلموا عليه الواجهة عندنا بعض الادوات هنا هنتكلموا عليهم وعندنا النتائج وكيف هنين نختار النتيجة هادي او النتيجة التانية فلو بدنا اول حاجة بالنتائج هادي كل النتائج لما ندور في بابميد هيطلع لي مجموعة النتائج هنين تمام اول نقطة اه انت تقدر تتحكم بقداش نتيجة تطلع لك تمام فلو كان خشينا هنين شوفنا اللي هي الخيارات اوبشنز هنلقوا ان الخيار اللي مختارين هنين ان نبو مئة نتيجة في الصفحة لكل صفحة هذا طبعا يساعد بشكل كبير لو كان انت ما تبيش تقدير كل شوية نكست باش تشوف المية العشرة اللي بعدهم كان هو بالعشرة يعني لو كان خلناه بالعشرة فهو هيطلع لك كل عشرة في صفحة من واحد الى عشرة تمام هذا كل شوية بتضغط انت بتحاول تضغط شو مي شو مور فهنين تطلع لك العشرة اللي بعدها وهكذا فلعلا في بدات في النت لما يبدو ضعيف من الافضل انك من الاول تديرها مية ماشي فافضل لو الكمبيوتر اللي بتاعك مثلا ما تحملش الكمية التكست اللي موجودة هنا تقدر تديرها عدد اقل يعني تمام فا اول حاجة هذي اول حاجة نقدر نديرها نقدر نحدده كمية او عدد النتائج اللي تطلعنا لكل صفحة عن طريق الخيار هذا الفورمات الفورمات هو شن معناها معناها شن هي البيانات اللي تطلعني هنا تمام حاليا لما انين نختار summary يعني الملخص للنتيجة حتطلعني عنوان النتيجة وبعض الكتاب ماشي والمجلة ناشي وتاريخ النشر وبعض المعلومات التانية زي الدواي وغيرها ناشي والبابمد اي دي طبعا مهم جدا البابمد اي دي بالذات لما بتشارك حاجة او بتبحث على شي بشكل خاص يعني او بالتحديد تمام وبعض محتويات الابستركت المستخلص او محتويات الورقة تمام هادو الحاجات اللي انت تختار summary ماشي طبعا الفورمات هنا تتغيرها لو كان اخترنا ابستركت هيطلع اللي تطلع النتيجة بشكل مختلف في الابستركت طبعا النتيجة بتطلع بتفصيل اكبر وبشكل اوضح فتبدأ هنا اول حاجة اسم المجلة ناشي عملس او ميدسين في الحالة هادي السنة والشهر اللي هو يعني اه تاريخ النشر ناشي والفوليم والاشيو والتفاصيل هادي وبعدين العنوان وبعدين الكتاب بتفاصيل هم ولو تبي تعرف الكتاب هما وين ينتموا لاما اه مؤسسة تقدر تدير تشوف الافلييشنز متاحهم تدير اكسباند وتشوف هما وين ينتموا يعني رقم واحد احمد اه هذا وين ينتمي لاما مؤسسة هنال بايو كيمستري دبارتمنت الفاكلتيوف ساينس عين شمس ماشي في مصر تمام رقم ستة مثلا النسرين وين اه مؤسسة اللي تنتمي لها هادي في الكوميونيتي ميدسين دبارتمنت في اه المنصورة جامعة المنصورة في اه اه كلية الطب وهكدا في عطيك تفصيل اكتر ماشيين هذا الرباب ميد اي دي كل ورقة في الرباب ميد عندها اي دي خاص بها وهذا اسمه البي ام اي دي او الباب ميد اي دي تمام والتاني هذا اللي هو 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 الباب ميد بالصغير اللي هو الباب ميد سنترل ماشي الباب ميد سنترل عنده اي دي الخاص بها ودو اي هدا هو flight image media يعني معظم الأوراق اللي لما تنشر يعطفاها في زي الرقم يبدأ ديما هكي برقم بعدين فيه الشرطة ومعدين رقم مفصل ثاني هو شيء كويس كما أرجع للورقة هادي بشكل عام في النت يعني تمام وبعدين في الأخير الأبستركت يعطيك الأبستركت لو كان الورقة لها أبستركت يعطيك الأبستركت كلها تمام والكيووردز اللي هما يستخدموهم باش يحددوا الورقة هادي على شين تتكلم وبعض المعلومات الأخرى منها مش ديما يعني لكن منها الconflict of interest يعني هل الكتاب هادهم عندهم أي مصلحة ماشي في نشر الأمر هذا مثلا مولتهم شركة معينة كده لازم يقولوا طبعا في الستيتمنت هيا لازم يقولوا ومؤخرا بابميد ولا يعطيك كداش تستخدمو ريفرنس ويعطيك لو كان فيه فيجرز في الورقة هادي تمام ولو في أي معلومات تانية زي مثلا سبليمنتري انفو اللي هي تتكلم عليه الأنواع البابليكيشن نوع بتاع البابليكيشن هذا شين هو والمشتير مزو غيره تفاصيل من الكلام هادي وفي الأخير بكل الفول تكست لينكس يعني هادي لينكس ها هي لو كان اضغطنا عليهم حيرفعنا للموقع الأصلي اللي هو فيه الموجود فيه الورقة الكاملة التي تنزلها كامل وفي الأخير بكل هنا تقدر تمشي للورقة في البابميد كأنك تغطط علي العنوان تمام لتمشي التفاصيل هنا تقدير سايت وتقدير شير لو كان اضغطنا هنا حيرفعنا لي الورقة بتفاصيلها يعني الصفحة اللي خاصة بالورقة بس مش بيباقي النتائج متاعنا تمام وهذا هنتكلم عليه بروحه تمام ولو اضغطنا عليه سايت حيعطيني لو نبي اندير اقتباس كيف هيكون شكل الاقتباس فهو يعطيك اقتباس يناسب الورقة متاعك لو كان انت تكتب في ورقة فتقدر تاخد الاقتباس من هنا ببشارته هذا كويس ممكن يفيد في بعض الحالات لكن ننصح باستخدام برنامج زي برنامج المندلي هو افضل برنامج في اعتقادي افضل حتى من الاند نوت وهكي في ادارة المراجعة وهو مجاني وانا ننصح به بشكل كبير جدا فلو تبي تستخدم الفورمات هادي باش تستخدم في الصيتيشن متاعك في الرفرنس لست متاعك تجد تستخدمها وتقدر تحدد على اما سترايل للفورمات متاعك يعني اما ريفرنس على اما مدرسة ماشي طبعا هادي مدارس هادي مدارس الاي ام اي والاي بي اي والمدارس تختلف على بعضها في تفصيل الصيتيشن كيف يكتبوا في كداش اوثر يكتبوا في السنة بعد الاوثرز ولا بعد ولا بعد التايتل ولا حاجة تفاصيل زي هادي الشير تقدر تدير شير للورقة متاعك على تويتر او فيسبوك او تاخد كوبي لللينك مباشرة تضغط على هادي يقولك البرمالينك كوبيد يعني انت درت كوبي الان وتقدر تدير لها بيست في اي امكان ماشي وتنشرها على مختلف في الايميل او غيرها تمام فهذه هي تفاصيل المكونات متاع الواجهة ماشي لو اخترنا الفورمات هادي تمام طبعا الفورمات هادي الابستريكت انا منصحش بها في استخدامها في البداية وحنتكلم كيف افضل استخدام ماشي طبعا الحاجتين هما التانيات مش مفيدات هلبة في حالة انك انت تبحث على الاوراق لانه هادي حتعطيك زي التكست فايل تستفيد منه في حالة واحدة فقط انك انت تب تحل البيانات من من داخل الكلام هادي ماشي فاااالبيانات هادي تعتبر زي التيبل List فهذا مفيد في حالات معينة فقط في تحليل بيانات الأوراق هذه لكن مش مفيد في انك انت لما تجي تبحث. نفس الفكرة للمد فورمات حتى هي يعطيك لست كاملة بأرقام الأوراق اللي قدامك. انت ماشي بحيث انك ممكن انت تبي تحفظهم كلست او غيرها. تمام. الحاجة الثانية سورت باي يعني كيف انا نرتب النتائج متاعي. حاليا مرتبات بالبابليكيشن ديت. تمام. بتاريخ النشر. تقدر تستخدم بيست ماتش. لكن ما نصحش بها في البحث المفصل. لان بيست ماتش حتطلع لك مجموعة من من الأوراق يعتقد بابمت ان هي انسب للبحث متاعك. ماشي. لكن مش بالضرورة هي الانت ممكن تكون محتاجها او لا. تمام. فهادي تستخدمها في البداية فقط. كدورة سريعة. وبعدين تغير السورتينج. بتخلاها يا اما موست ريسنت يا اما ببليكيشن ديت. طبعا شو الفرق بين موست ريسنت ببليكيشن ديت. ببليكيشن ديت يعني امتى تم نشر الورقة هي. فهو بيستفلك حسب موعد النشر. توقيت النشر. لكن موست ريسنت في حاجات تنتشر. مثلا لها شهر. لكن مخشتش البابمت الا الان. فتبدأ هي ريسنت. اكتر من واحدة مثلا منشورة امس. لكن خشت امس لبابمت. تمام. فهو يحسب الموست ريسنت. يعني امتى خشت لقاعد بينات ببمت. تمام. لكن ببليكيشن ديت بغض النظر امتى وصلتهم. يعني وصلت لبابمت. هما محددين يعني حسب التاريخ اللي انتشرت فيه الورقة. فرست اوثر يعني حسب اسم الاوثر. بالأب جديد. بالأي الاول والبي بعدين والسي وهكذا. تمام. واخر حاجة بالجورنل يعني باسم جورنل. ومرات تحتاج تبي تبحث في جورنز معينة. فترتب النتائج متاعك حسب الجورنل. وزي ما قلنا هنا. يعني هنا بقداش بتعرض نتيجة في في البيج يعني. تمام. بالنسبة لسنبت هذه خاصة بالسامري. فلو كان غيرنا الفورمات لسامري. هنا بعض المعلومات بيعطيهم لك. جزء بسيط من الابسترك تقريبا. لو نحيت سنبت وهادهم هما سنبت. ماشي. لو نحيتهم مش هيعطيك معلومة. عطيك عنوين بس. تمام. وهذا نوعا ما مفيد. وحنتكلموا عليه ان شاء الله في الفيديو كيف الامر هو مفيد في الفيديو اللي بعدها.